اهلا بكم مشاهديين ومستمرين معاكم في فقراتنا على الهواء مباشرة لغاية 11 صباحا ويمكن الموضوع زي ما قلت في المقدمة اللي هنتكلم فيه الايام اللي جاية باستفادة هو دستور 2013 بما يحوي من حقوق جديدة للمصريين ومواد جديدة لم تكن مكتوبة قبل كده في الدستير المصرية ويمكن انا عجبني قوي اول امبارح وفقرة وانا بقراها ما يقص الرعاية الصحية للمصريين وانه بعد كده ما فيش فقير في بلدنا هيموت عشان ما عاموش فلوس العلاج وتجريم رفض اي مستشفى لعلاج لحالات الخطرة او الحالات اللي متأخرة يعني وده شيء ما كانش موجود قبل كده وشيء كمان مثلا زي النوبة والنوبة فيها افراح لانه الدستور ذكرها لأول مرة وهيقوم باعادة النوبة للقرى الاساسية بتاعتها بعد ان تم تهجرهم من زمن طويل خلونا نتكلم عن اهم تفاصيل الدستور وعن كمان الكلام والخلاف حوالين الدستور اكيد فيه خلافات كتير وفيه كلام كتير بنسمعه في الاعلام بصرف النظر بقى عن كلمة في الدباجة ممكن نقف عندها نختلف او نتفق لكن المهم الحقوق المثبتة للمصريين خلونا نتكلم في اهم التفاصيل مع دكتور صلاح التحوي استيد القانون الدولي سبعة الخير في البداية عايزين نعرف من حضرتك اهم الملامح ويريد تكلمنا عن 42 مادة المستحدثة في دستور 2013 عن 2012 والفرق من وجهة نظر حضرتك كاستاذ للقانون لانه الاختلافات كبيرة جدا لكن من وجهة نظر استاذ القانون اعتقد الوضع مختلف بالزبط اولا بالنسبة لدستور 2013 هو احتوى على 42 مادة مستحدثة لان كان فيه مواد منها تم حسفها كانت موجودة بالدستور 2012 الذي قطل واضيفة 11 مادة اخرى ايضا ليصبح العدد نصوص 247 مادة بدل من 236 مادة اذا فيه عندي اكتر من 35 مادة تم حسفها وفيه 11 مادة تم اضافتها بالنسبة نبدأ بالدباجة الدباجة طبعا حاوت اسلوب لغوي وقانوني في غاية الاهمية بخلاف ان نص فيه احدى نصوص الدستور ان الدباجة جزء لا يتجزأ من باقي نصوص مسودة الدستور الجديد 2013 ايضا تم حسم بتوافق كامل ما بين حزب النور ممثل اسلام الطيار السياسي وبين الكنيسة او الكنائس السلاسة في لجنة الخمسين بعد الغاء المادة 2019 التي كانت تفسر مبادئ الشريع الاسلامية بعد ان توافق الجميع على انه لا يجوز ان تفسر مادة في الدستور مادة اخرى وتم الاحتكام الى احكام المحاكمة الدستورية العليا في تفسيرها لهذه المبادئ وذلك في دباجة هذا الدستور الجديد لكن الدباجة ظهر فيها خلافه وفي جدل كبير جدا في الجرائد حوالين انه لا دا تم واقف طباعة نسقة الدستور وانبارح استاذ محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين طلع في الاعلام وقال انه دا غير صحيح وانه المادة او تم التصويت على الكلمة زي ما هي ان مصر حكومتها مدنية وليس حكمها مدنية خلينا نقف عند الجزئية دي طبعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة قال انه لا دا يعني دي خلافات ظاهرية وانه دا دا مش حقيقي وانه الموضوع ماشي بشكل طبيعي وانه تم التصويت بشكل علني واللي تم التصويت عليه هو اللي مع رئيس الجمهورية لكن فيه كلام بيثار انه ممثلي الكنائس رافضين لده الكلمة تفرق في ايه بالنسبة للدستور يعني هل عدم ذكر ان الحكم في مصر مدني هل دا يقلل من النصوص الدستورية اللي موجودة وهل صحيح ذكر انه حكومتها مدنية لانه المعروف من النصوص الدستور بتقول ان وزير الدفاع من الجيش فكيف تكون حكومتها مدنية وفيها عسكري بالفعل انا شايف انه هو يعني ربما حصل نوع من السهو او النسيان لان برضو الاستاذ محمد سلموي لما تحدث قال ان السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عندما تلى نصوص الدستورية جميع وهو منها الدباجة وتمت الموافقة عليها او التوافق عليها بنسبة اكتر من 75% ذكر ايضا ان حكومة مصر حكومة مدنية وليست دولة مدنية كما يعترض بعض ممثلي الكنيسة ويمكن نوح كمان في المطبطة ان حجمها مدني وانه يعني ساعت ما يبقى فيه اي في الامور امور او في قضية او حكومة الدستورية يتم الرجوع للمطبعة بالزبط الرجوع للمطبعة وبخلاف برضو ان لو فيه بعد نصوص مدد دستور 2013 لو فيه اي نص غير دستوري يحب ان يعدل خمس اعضاء مجلس النواب ويعرض رئيس الجمهورية على الاستفتال تعديل او الغاء اي مدنية اعضاء مجلس النواب يتقدموا رئيس الجمهورية ويعرض على الاستفتاء وفي مده او اتنين ويذكروا ليه اسبابها يعني ايضا برضو المحكمة الدستورية لها برضو القول الفصل في هذه المسألة هي انه يتقال حكومتها مدنية هل ده يقلل من النصوص الدستورية في حاجة يعني الدستور بيقول لا احزاب على اساس ديني ده لا يأتي غير في حكم مدني هل عدم ذكر ان حكمها مدنية حكومتها مدنية لا لا تقلل في شيء لان طبعا ننظر النصوص الدستورية في كيفية اختيار الحكومة منصوص لما يتحدث عن حكومة عسكرية او خلافه لكن هي حكومة مدنية لان من خلال الاختيارها يكون من خلال رئيس الجمهورية بيرشح رئيس مجلس الوزراء بيعرضه على مجلس النواب للحصول على الاغلبية بالموافقة عليه فحالة عدم الحصول على هذه الاغلبية يطلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب ترشيح رئيس مجلس الوزراء من خلال الحزب ذا الاغلبية العددية ويُعرض على المجلس النواب اذا لم يوافق عليه في هذه الحالة يحل مجلس النواب ده بالنسبة لاختيارة مجلس الوزراء طب هل بس انا عايزة فهم حاجة هل حكومتها مدنية دي تعتبر صحيحة في الصياغة بما ان وزير الدفاع عسكري ولا هل يعني هل دي تعدل بسهولة بعد كده طبعا اذا تم بعد اقرار الدستور وبعد طلب بالزبط غير مؤسرة بالاطلاق يعني اعتقد هي يمكن لربما لكن الرجوع للمضبطة عشان يحسم هذه المسألة والرجوع الى التصويت الذي تم من سيد عمرو موسى لكي يؤكد رجل سنجنة الخمسين ان لم يحدث هم التذوير كما يقول البعض في هذه المسألة ولكنها غير مؤسرة بأي حال من الاحوال على باقي مصوص الدستور الجديد ايضا هناك برضو مسألة اخرى بالنسبة لي الجديد في دستور 2013 كانت لجنة اولا بالنسبة لدستور 71 دستور 2012 المعطل كان بيتكلم على حظر انشاء احزاب على اساس ديني او التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الدين او العقيدة او اللون وغيرها هذا النص الذي كان في 2012 و71 لم يكن يمنع انشاء احزاب على اساس ديني وبالتالي الاضافة التي اضافتها لجنة العشرة واقرطها لجنة الخمسين انه يحظر انشاء احزاب على اساس ديني ويحظر مباشرته ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي وبالتالي كلمت في المسألة دي ممكن برضو من برهده القناة وقلت ان ما فيش مؤسسين لاحزاب بيتقدموا باورقهم لجنة الاحزاب لتأسيس الحزب ويكون من بين هذه العبارات ما هو يؤكد انه قائم على احزاب دي حساس ديني ولكن المرجع هو في تطبيق العام على ارض الواقع فاذا ما اسس حزب لم يكن فيه تعبير او ما ينوه انه على اساس دين او تفرقة بين المواطنين فتمت العقيدة او اللون ولكنه باشر على ارض الواقع على اساس هذه التفرقة انا منجة نظر القانونية يحل دون اللجوء للقضاء ولكن يكون من الايصر عندما نلجأ الى القضاء ان يكون حله بشكل سهل وميصور حتى لا تستمر احزاب على اساس دين او التفرقة بين المواطنين طيب من المواد اللي اعترض عليها عدد من المصوتين زي ما احنا شفنا كانت المادة السابعة الخاصة بالازهر الشريف ومتنها بيقول الازهر الشريف هيئة اسلامية علمية مستقلة اختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينية والشؤون الاسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء السؤال ايه هو وجه الاعتراض وايه ممكن تكون التخوفات من هذه المادة اللي تخلي ناس كتير اولا هو النص ده كان موجود دستورة 71 من غير اضافة ولا حسف يعني زي ما هو لكن دستورة 2012 كان اضاف مرجعية الازهر في تفسير الشريعة الاسلامية او كل نص في مجلس الشعب بين 2012 كان في مجلس شعب ومجلس شورى يختص بالشريعة الاسلامية عندما تم الغاء المادة 2019 وحسف هذه العبارة من دستورة 2012 المعطل كانت لها اسباب قانونية بحتة اولا انه يبقى فيه تداخل ما بين عمل المحكمة الدستورية العليا في تفسير القوانين والرقابة على دستورية القوانين واللوائح والتداخل ما بينه وبين الازهر الشريف وايضا بعد الغاء المادة 2019 وزي ما قلت في البداية وذكر في الدباجة ان تفسير مبادئ الشرعة الاسلامية هيكون من خلال احكام المحكمة الدستورية العليا وبالتالي عدنا الى النص كما هو كما كان في دستورة 71 ان الازهر الشريف هيئة مستقلة تهتم بنشر اللغة العربية والعلوم الدينية في مصر وعلى مستوى العالم الشيخ الازهر يختار من قبل هيئة كبارة العلماء وايضا غير قابل العزل وتلتزم الدولة بالميزانية الخاصة به وتذكر في الموازنة العامة كل عام كبند من بنده وبالتالي هذا النص كان موجود في 71 كما هو ولكن اللغط انه كان في 2012 فيه عبارة خاصة زي منطل حدثك ثم وزيلت هذه النص او هذه العبارة وعاد كما كان في دستورة 71 طيب من المواد برضو الجدالية اللي رفضها 6 من الاضاء وامتنع عن التصويت عنها 3 ووافق 39 فقط كانت المادة 11 تكفر الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعييم في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنشاء الأشد احتياجا من وجهة نظر حضرتك ليه التصويت ممكن يكون بالشكل ده على مادة مهمة جدا تخص أكثر من نص المجتمع والستات بتسعى في حقوقها بقالها فترة طويلة جدا ويمكن كان وضع السيدات في أوائل السنين في القرن اللي فات كان أفضل بكتير يعني يعني أيام هنا شعراوي أيام ليه الوضع تدور وليه التصويت يجي بالنسبة دي على حقوق المرأة بعد أنه يعني محدش ملوش أمي هو اللغط كله في النص ده أنه يعني ما تقراش صح ولذلك حضرتك عفوا لما تيجي تقرأ تعيده تاني من الأول تكفل الدولة وتلتز بحقوق المرأة والمسواب بين الرجل المرأة في حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية طبقا للدستور فالبعض قال إحنا هنكدها أيبا فيه مسواب بين الرجل والمرأة في المراس خاصة في الشريعة الإسلامية عند المسلمين ولكن عندما نقف عند هذا النص طبقا للدستور الدستور بيتكلم على في المادة التانية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بمصر وفي الدباجة يفسر هذه المبادئ طبقا لأحكام المحكام الدستورية العلي وشريعة الإسلامية لا تساو بين المرأة والرجل في المراس ده كان سبب الخلاف أنه تلتزم وتكفل الدولة ولكن إذا وقفنا عند السطر الأول من نص نص ذاته هنتكلم على طبقا لأحكام الدستور والدستور بالطبع نص في المادة التانية فكان هذا هو اللغط أن المرأة تأخذ أكثر من حقوقها وأن المرأة تتساوى مع رجل في كل شيء ولكن هي الحقوق السياسية الاجتماعية الاقتصادية تتولى المرأة المناصب القيادية أيضا الهيئات القضائية كان هناك لغط أيضا قبل كده في دستور 2012 أو قبل دستور 2012 أن تتولى المرأة من نص القضاء ولما أقول هيئات قضائية غير لما أقول سلطة قضائية أولا المرأة كانت ممثلة وموازلة موجودة في دستور 71 في هيئة القضاء الدولة كهيئة قضائية في هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ولكن في دستور 71 وإبان حكم الرئيس الأسبق حسن مبارك تولت المرأة منصب القضاء السلطة القضائية أي جلست على منصة القضاء وبالفعل حازت قبول لدى المتقاضين والمحامين على السواء وبالتالي نص هذا الدستور في هذه المشودة على جميع الهيئات القضائية السلاس اللي هي السلطة القضائية وأيضا هيئة النيابة الإدارية وهيئة القضايا الدولة طيب نروح لمادة ثانية من المواد اللي هالنا ستتنايش فيها كتير المدى 64 وجدت مشكلة أيضا في التوافق وهي حرية لاتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظم القانون السؤال إزاي هيتم تقنين هذه التعددية الدينية وإزاي سيتم تأمين احترام هذه التعددية من قبل المتشددين والمتطرفين دينيا والناس اللي شايفة أنه ما فيش حد غيرها مؤمن أولا هناك جدل من أجل الجدل اللي بنسميها الصفسطة يعني أنه اختلف من أجل الاختلاف يعني النص في البداية كان فيه اقتراح من لجلة الخمسين أنها تكفل الدولة دور العبادة لجميع الأديان السماوية السلاس أيضا نص في المادة كان مادة تالتة من نصوص المساعدة الدستور أنه يحتكم أصحاب الديانات جميعها لأحكام شرائعهم في المساعد الخاصة بأديانهم هذا النص عندما أطلق على عارمه البعض قال لا نعترف فقط بالديانات المسيحية واليهودية دون غيرها حتى لا تتداخل أخرى بوزية وبهائية وغيرها ما أنزل الله بها من سلطان وليست في الإسلام أو المسيحية أو اليهود من شيء وبالفعل انتهوا لهذا النص الموجود في المادة السالسة أنه يحتكم أهل الديانات السماوية خاصة المسيحية إلى شرائعهم واختيار أبائهم وغيرهم اللي هي الديانات اللي خاصة بهم بالنسبة للمسيحيين وبالتالي حرية الاعتقاد وبعدين أنا لما أجل فسر نص دستوري بقول أن النصوص كلها تكمل بعضها البعض يعني اللي حصل أننا عدلنا دستور 2012 وأعتقد ده مذكور في الدماجة نعم دستور كله واحدة واحدة لا يتجزأ ونسيجهم واحدة وبالتالي أنا لما أجل فسر نص ما أخدش النص الواحدة لأن أنا برضو لما أجلنا تكلمنا حتى في البداية قلنا أننا بنعدل دستور 2012 لكن اللي حصل أن الدستور كله تعدل وده طبيعي لأننا لما برجحش مادة مادة ده أنا بشوف الدستور كله فلو أنا شلت مادة من المواد الدستور 2012 وما كانش فيه بديل لها وليتنا تتعارض مع مادتين أخريات عشان نرحق وقتنا الأحزاب الدينية أو طيار الإسلام السياسي الكثير من الأحزاب منه أعلنت بشكل واضح أن الدستور ده بتعارض مع الشريعة والهوية وأعلد منهم عدد منهم بصراحة مطلقة كده أنهم بيحشدوا للتصويت بالرفض مع أنه لسه فيه تصريحات لها سب النور قال أنه لا الدستور بيحفظ الشريعة طيب اللي بيحشدوا للتصويت بالرفض ومحاولة تعطيل عملية الاستفتاء من أساسها لإسقاط الدستور إزاي سيتم احتواء الأزمة دي وإفشال محاولات إسقاط الدستور بهذا الأسلوب يعني هنقول الغيروطني نعم ولا نسميه الحجة تستفاد من خلال وسائل الأعلام أن نسمع للرأي والرأي الآخر وعندما يخزر تصريح من حزب أو سائل برالي يساري حزب إسلامي مسيحي أي مكان وسائل الأعلام تتلقفه وتأتي به وتناقشه ماذا يحشد بلا لماذا يحشد برفض ما هي المواد التي يختلف عليها ويراه ويكون هناك طرف آخر ويكون أمام السادة المشاهدين أكثر من مرة ويعاد مرة عديدة هي المشكلة فإنهم بيقولوا أنه ده يتعرض مع الشريعة والهوية وأتبعهم أو من هم منتمون لهذا الطيار عادة لا يستمعون للرأي الآخر لهم بيشوفوا أنه وجد نظرهم هي الصح والباقي كله غلط أولا الشعب المصري بعد صور الثلاثين يونيو أثبت أنه شعب على قدر عال جدا من الثقافة السياسية والقانونية على السواء وبالتالي هذه الرؤى وهذا الرأي الذي يطالب بلا أو يقول رفض لدستور 2013 أو 2012 المعدل لا يستند إلى أسس ويقول رفض أو لا من أجل لا وليس على أسس صحيحة المادة الخاصة بالمادة 2019 عند إلغاها دارت مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس الشورى وتحدثت وسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمقرؤة عن أن هذا ليس بضد الشرع الإسلامية في شيء وليس ضد الإسلام في شيء لأن أنا كلمت في المسألة دي في البداية وقلت أن لا يجوز أنه نص دستوري فاصل نص دستوري أخر ثم عندما احتكموا إلى أحكام محكمة دستورية العليا في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر رئيس التشريع في مصر يقرأوا أحكام المحكمة الدستورية العليا بدءا من عام 80 حتى 2005 يمكن سيد عمر موسى تحدث عن حكم حكمي للمحكمة الدستورية 2004-2005 لما نرجع لسنة 80 في حكم صدر محكمة الدستورية العليا بيفصر مبادئ الشريعة الإسلامية كما هي موجودة في المادة 2019 يعني مبادئ الشريعة الإسلامية هي أدلتها الكلية التي تستند إلى الأحكام القطعية الدلالة والثبوت والتي لا تقبل التبديل أو التغيير بتغير الزمان أو المكان يعني ده أكتر مما هو موجود في 2019 فالجدل لما أجأ أقول أن النص ده يخالف الشريعة الإسلامية أرجع لأحكام المحكمة الدستورية وأقراها واتطلع عليها ثم أتحدثها طيب عشان يقول لي طيب بس أنا سؤالي الأخير ده اللي تم برضو الاعتراض عليها وأخرت من ضمن الأربع معايد اللي تخص يعني تم أنه إلغاء الكوتا أنه لا ما فيش كوتا لأي حاج وأنه لكن يبقى فيه تمييز إيجابي للمرأة وذوي الإعاقة أولا هو التمييز الإيجابي تم إلغاءه تماما المعروف بالكوتا سواء للمرأة أو للأشقاء المسيحيين أو زواء الإعاقة أو للعمال والفلاحين وبالتالي نص مواد الدستور على مواد انتقالية يجب تلتزم الدولة وفور إقرار الدستور بأن تكفل تمثيل المرأة والأقباط تمثيلا صحيحا والشباب وزواء الإعاقة في أول مجلس أول دورة مجلس النواب يعني هو نص انتقالي بس لأول دورة مجلس النواب بخلاف أن أعطي لرئيس الجمهورية الحقي في تعيين خمسة من أعضم مجلس النواب بالطبع هيكون رئيس الجمهورية هارف الأشقاء المسيحيين والعمال والفلاحين بخلاف أن خمسين في المئة أيضا من الإدارات المحلية والمحليات يجب أن يكون بها نسبة الخمسين في المئة عمال وفلاحين دكتور صلاح التحوي أستاذ القانون الدولي نورتنا جدا يا فندم وأكيدا انتقابلتنا من الكلم مشاهديا دي كانت نهاية فكرتنا أعتقد كلنا لازم نركز مع كل نص دستور لأنه ده يتعلق بحياتنا اللي جاية كلها لسه نكون معاكم لغاية 11 الصبح على الهواء مباشرة بعد الفصل على طول تبعا بك اشتركوا في القناة